نجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تغيير واقع الحياة لأكثر من 50 ألف مواطن بقرية بني رافع بمحافظة أسيوط بعشرات المشروعات التنموية وغطت المشروعات مختلفة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية وشملت إنشاء وتطوير ورفع كفاءة محطة المياه والصرف الصحي وتطوير شبكة الكهرباء والاتصالات والطرق وإنشاء وتطوير المدارس ومراكز الشباب والمراكز الصحية كريمة دخلت وأثرت في القرية وبدأت تهتم بالفقراء وبدأت تغير شكل القرية اهتموا بالمدخل غيروا من المدخل بالنسبة للطريق والرصف الطريق اهتموا به التطورات اللي حصلت أولا المدخل بيجو كويس الطريق بتاعت التراصفة المستشفى المدرسة دو كله تم ترجمة نانسي قنقر